تحية مجددا لكم مشاهدين وعودة إلى غرفة الأخبار وتزامنا وتطبيق الحجر الصحي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا قامت مصالح الأمن الوطني بتفعيل مجموعة من الإجراءات التكميلية لتطبيق إجراءات الحجر الصحي عبر مختلف ربوغ الوطن وفق التعليمات واللوائح التفسيرية للسلطات العمومية المختصة مشاهدين للتعرف على هذه الإجراءات ودور مصالح الأمن في مجابهة وباء كورونا نسعد باستضافة عميد الشرطة رابح زواوي رئيس مكتب الاتصال بمديرية الأمن العمومي صباح الخير سيد صباح نور شكرا بارك الله وفيك باركة رمضانك كريم إذن البداية سنتحدث اليوم عن دور الأمن الوطني في هذه الجائحة جائحة كورونا ونحن نعلم أن الكل تجند خلال هذه الفترة والأكيد أن مصالح الأمن الوطني كان لها دور بارز وكانت لها ربما مجهودات كثيرة ومكثفة خلال هذه الفترة أي دور لمصالح الأمن الوطني خلال هذه الجائحة؟ شكرا أولا بارك الله فيك في البداية تحية أمنية إيمانية إلى كل مشاهدين الأكارم وبمناسبة شهر رمضان نتقدم بأحار التهاني وأطيب الأمان إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية على أن يعيده الله علينا يقبله علينا في كنف الأمن والأمان ويعيده الله علينا في كنف البر والإحسان إن شاء الله إذن كما قلت نحن أمام ضرف صحي أو ذائقة صحية لها بعد عالمي ولكن المصالح المختصة اتخذت جملة من الإجراءات حتى نعمل لتفادي انتشار هذا الوباء وإن شاء الله الخروج منه بأقل الأذرار إذن في هذا الإطار المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت جملة من الإجراءات تكيفاً وتكثيفاً لهذه الإجراءات مع الوضع الصحي الراهن انطلاقاً من ثلاث ركائز رئيسية أولاً انطلاقاً من مفهوم اليقظة الأمنية والتوأمة مع اليقظة الصحية والتأثير في سلوكات المواطنين لأن الهدف ليس هو الحجر الصحي وإنما احترام تدابير الحجر الصحي هذا هو الهدف الرئيسي في هذا المجال من هذا المنطلق المديرية العامة للأمن الوطني رهنت على الإجراءات الوقائية والتحسيسية بالدرجة الأولى لماذا؟ لأنها تمس جمع شرائح المجتمع حتى نرقى إلى وعي جمعي هدفه هو ضمان التباعد الاجتماعي لأن الهدف من الحجر الصحي هو أن يكون هناك احترام لركزتين رئيسية أولاً التباعد الاجتماعي التباعد الاجتماعي خاصة لأكثر من شخصين إذن من هذا المنطلق المديرية العامة للأمن الوطني سطرت برنامجها من خلال تكتيف إجراءات المراقبة والتوعية والتحسيس مع كل الفاعلين في الميدان التنسيق والمتابعة والمراقبة مع المرافق الصحية تشديد الرقابة خاصة في الفترات الأولى قبل بداية فترات الحجر حسب طبيعة فترات الحجر الصحي وأيضاً نقطة غاية في الأهمية هي الصرامة في الإجراءات القانونية لا مناص من احترام كل هذه التدابير لأن القضية تمس أرواح ومتلكات وسلامة الأشخاص إذن من هذا المنطلق المديرية العامة للأمن الوطني باستفتها مديرية مواطنة هدفها الرئيسي هو حماية الأشخاص والمنتلكات ونقطة أخرى الحفاظ على النظام العام خاصة في الظرف الراهن الحفاظ على النظافة والصحة العمومية بالتنسيق مع كل الفاعلين في هذا الميدان ولكن تبقى أهم نقطة هو كيف لنا أن نؤثر في سلوكات المواطنين من باب أن يكون هناك دعمهم وإقحامهم في هذه المعادلة الأمنية والصحية إذن التوأم بين ما هو أمني وما هو الصحي إن شاء الله حتى تكون هناك إجراءات ميدانية في المستوى للارتقاء إلى وعي مروري اجتماعي من شأنه تفادي انتشار هذا الوباء بحول هذا نعم وهل هناك ربما تم تسجيل بعض الخروقات من طرف الأشخاص الذين يخترقون الحجر الصحي خلال هذه الفترة وما هي ربما التدابير الصالمة التي تتخذها مديرية الأمن الوطني بخصوص هؤلاء الأشخاص شكرا بارك الله فيك أولا دعيني أقول بأن الشكر الجزيل إلى كل المواطنين على احترامهم وتقييدهم بإجراءات الحجر الصحي نسبة كبيرة جدا في هذا المجال حيث أبانوا قدر كبير من الوعي والمسؤولية إلا أنه سجلنا بعض الحالات التي هناك تعدي على أو خرق لفترات الحجر الصحي أو عدم التقييد بتقييد بعض الأنشطة التجارية خاصة ما يتعلق بتقييد نشاط نقل المسافرين على المستوى الوطني ممكن بعض النشاطات التجارية مواجهة ما يعرف بالتجارة الموازية أو المضاربة في السلع الوسعة للإستهلاك وفي هذا الإطار المديرية العامة للأمن الوطني قلت تعمل بصرامة وجدية في مواجهة هذه المخالفات ومن بين هذه المخالفات كعينة فقط عندما نتكلم عن المخالفات تعليق في مجال نقل المسافرين قلنا نقل المسافرين تعليق كل على المستوى الوطني في هذا الإطار المديرية العامة للأمن الوطني سجلت في هذا السياق ما يتعلق الفترة هذه الأخيرة التي تزامنت مع الشهر رمضان العشر أيام الأولى لشهر رمضان ما يتعلق بمخالفات سيارات الأجراء سجلنا 67 حالة ما يتعلق بمخالفات النقل بدون رخصة سجلنا ما يقارب 290 حالة المجموع الكل ما يفوق 290 حالة إذن هذا كعينة فقط فيما يخص خلال الشهر رمضان التي تتزامن أيضا مع فترات الحجر الصحي وهنا ندعي إلى كل مستعمل الطريق أولا التقيد بتنظيم الضبط الوقت نحن أمام إدارة أزمة بل أمام في الفترة الحالية الإدارة بالأزمة وفي هذا الإطار يجب أن نرقى أو نتكيف مع شيء مهم ومهم جدا هو كيف لنا أن ندير الوقت تنظيم الوقت وحتى لا ندخل في فخ أولا الإفراط في السرعة قد لا تتسبب في حوادث المرور أو لا ندخل في فترات الحجر الصحي التي تترتب عنها بعض المخالفات ندائي إلى الجميع التقيد بكل هذه الضوابط وأيضا تغليب الوازع الديني في كل الظروف للفوز بدرر وجواهر هذا الشهر الفضيل إن شاء الله في نقطة أخرى من بين المخالفات ذات سلة التي تتصل مباشرة بمخالفات مسجلة في مجال عدم احترام تدابير الحجر الصحي خلال هذه الفترة الأخيرة العشر أيام الأولى لشهر رمضان ما يتعلق بمراقبة الأشخاص تم مراقبة ما يفوق 60630 شخص من بينهم 26793 حولوا للمتابعة القضائية عن توقيف المركبات أو مراقبة المركبات لأنه سيكون تشديد على مستوى نقاط المراقبة والحواجز الثابتة وحتى تدعيم الدورية الراجلة والراكبة في الفترات المسائية في هذا الإطار ما يتعلق بمراقبة المركبات تم نفس الفترة أيضا تم مراقبة ما يفوق 36200 مركبة تم وضع منها في المحشر 2797 عن مراقبة دراجات النارية خاصة من فئة الشباب تم مراقبة 2700 دراجات نارية تم وضع فيها في المحشر 1349 إذن ندائي في هذه النقطة للشباب التقيد بكل ضوابط لأن حتى ضوابط سلامة المرورية تبقى سارية المفعول في هذا الإطار وعدم الدخول في فترات الحجر الصحي حقيقة هو جميل عن فوان الشباب ولكن دون همجية التهور خاصة ونحن في مثل هكذا ظروف أو في هاته الذائقة الصحية وفي صلب الموضوع قلنا في بداية الطرح بأن الهدف من الحجر الصحي هو ضمان التباعد الصحي ومنع التجمع سجلت مصالح الأمن الوطني عدم الالتزام بمسافة التباعد الصحي ما يفوق 443 حالة التجمع لأكثر من شخصين تم استسجيل 1015 حالة وكل هذه الأرقام هي خاصة بمصالح الأمن الوطني هناك مصالح أرقام أخرى تخص زملائنا في الدرك الوطني في إقليم اختصاصهم إذن هذه أهم الإجراءات التي راهنت وتراهن عليها في مجال رفع المخالفات وفي مبادرة أخرى في مبادرة وقائية تضامنية منقطعة النظير المدرية العامة للأمن الوطني سجلت ما يفوق 330 حالة خلال العشرة أيام لشهر رمضان الفضيل فيما يخص تطهير وتعقيم الشوارع لضمان النظافة والصحة العمومية في المساحات الشوارع والمساحات العمومية إذن هذه الأرقام إن دلت فإنما تدل على المجهودات التي تقوم بها المدرية العامة للأمن الوطني أولاً من جانب الوقائي والتحسيسي حتى نمس جميع شرائح المجتمع إن شاء الله ثم تأتي دورات الميدانية العمل الميداني على غرار هذه الحملات التحسيسية وتعقيم الشوارع ولكن تبقى النقطة الأخيرة وهي رفع كل المخالفات لأنه لا مجال للمناص والتهرب من كل المسؤولية سواء كانوا مواطنين أشخاص أو مركبات لأنه هدفنا هو مواجهة هذه الذائقة الصحية والهدف الرئيسي هو أن نخفف من هذه الأضرار لأننا أمام أضرار أمام تهديدات نعمل مع الجميع في يد الجميع إن شاء الله حتى نرقى إلى ثقافة صحية ثقافة أمنية هدفها هو الارتقاء إلى وعي جمعي يجمع بين الجميع إن شاء الله نعم إن شاء الله وفي هناك ربما مبادرات أخرى قامت بها مصالح الأمن الوطني حتى أن هناك إطارات من الأمن الوطني يعني يتبرعون بشهر من رواتبهم دائما لفائدة جائحة لمجابهة جائحة كورونا وحتى أنهم كذلك قاموا بحملات ربما والتكفل بالأشخاص بدون مأوى خلال هذه الفترة شكرا إذن هذا المجال يدخل في المجال التضامني المجال الإنساني خصوصا بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والمصالح المختصة هنا نؤكد على التنسيق لأن الشاركة تبقى قائمة خصوصا في هذا الوضع الصحي الراحن المدرية العامة للأمن الوطني لا ولن تبخل بتقديم كل ما بإمكانها حتى نرقى إلى تقديم الدعم النفسي والدعم المعنوي أيضا لأن هذه الأمور أو هذه الظروف لا بد أن يكون هناك تكفل اجتماعي تضامن مع كل الأطراف المعنية للخروج من هذه الذائقة الصحية بأقل نحن مديدات صحية حقيقة لها بعد عالمي ولكن المجتمع الجزائري وضع بصمات منذ زمن في مثل هذه الظروف وإن شاء الله من خلال التكافل والتعاون والتضامن نحقق الأهداف المنشودة في القريب العجل بإذنك نعم ولو نعرج على حوادث المرور خلال هذه الفترة ربما في الأسبوع الأول من شهر رمضان هل تم تسجيل ربما تراجع في مثل هذه الحوادث وربما أمكن بلغة الأرقام تقدم لنا بعض الإحصائيات المسجلة خلال هذه الفترة شكرا حقيقة عندما نتكلم عن قضية حوادث المرور أو باب السلامة المرورية في هذا الإطار مصالح الأمن الوطني نتكلم خلال ممكن الأسبوع الأول لشهر رمضان في هذا الإطار سجلت مصالح الأمن الوطني 147 حادث مرور مخلفا 181 جريح ومخلفا حادث 7 وفيات إذن هذا فيما يتعلق بسلامة المرورية وتقريبا كل هذه الحوادث كانت زمان في الفترات القليلة قبيل أذان المغرب أو أذان الإفطار ولكن هذه الحوادث غالبا سجلناها في الفترات الأخيرة قبيل بداية فترات الحجر الصحي لذلك نراهن وأكد في بداية طرح على إلزامية تنظيم الوقت في هذا الشهر الكريم لأن عندما تنظيم الوقت وإدارة الوقت حتى لا نقع في مثل هذا الفخ وندخل في مجال الإفراط السرعة ونحن نعمل معا سويا لمواجهة هذا الوباء نجد أنفسنا في طرف آخر وهو حوادث المرور نحن في غنى عن هذه التبعيات الأخرى لذلك ندائي إلى كل المواطنين أول شيء هو التقييد بإدارة الوقت تنظيم الوقت عدم الولوج في حركة المرور بكثرة الخروج إلا عند ضرورة القصوى حتى وإن حجر الصحي هذا لا يعني بأنه مجال مفتوح لحركة المرور وإنما مفتوح لتخفيف العب على المواطنين وعلى المحلات التجارية في هذا المجال من خلال تقسيم الفترات إذن علينا أن نرقى إلى وعي هذا المجال حتى الوعي المروري حتى السلامة المرورية هي ثقافة يجب أن نرقى في تدسيديها خصوصا ونحن في هذا الشهر الفاضي إن شاء الله نعم ربما كلمة أخيرة لك سيد شكرا كلمة الأخيرة أولا إجراءتنا تبقى متواصلة وقائية تحسيسية وحتى الإجراءات الردعية لمن يتجاوزون على كل الضوابط المتعلقة بالحجر الصحي ما يتعلق أيضا بإجراءات خاصة بشهر رمضان الكريم والتي نجيزها في تكثيف وتكييف العمل الميداني تطهير طريق العمومي من التجارة العشوائية والتجارة الفوضوية ومواجهة المضاربة تنظيم حال السلامة المرورية كل هذه الأمور رهنت وتراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني على أكثر من سعيد تبقى المديرية العامة للأمن الوطني ترقى إلى التوأمة بين اليقظة الصحية اليقظة الأمنية حماية الأشخاص والممتلكات ولكن أهم نقطة هي كيف لنا أن نؤثر في سلوكات المواطنين وإقحامهم في هذه المعادلة الصحية ونداء إلى الجميع يجب أن ننظر إلى كل هذه التدابير وهذه القوانين بأنها مجموعة القواعد التي تهذب وتنظم سلوكاتنا قبل علاقتنا إن شاء الله رمضانكم وإلى أن نرتقي في فرصة أخرى في أمان إن شاء الله كل الشكر لك عميدة الشرطة رابح زووي رئيس مكتب الاتصال بمديرية الأمن العمومي كل الشكر لك على كل هذه التوضيحات بارك الله إذن مشاهدين الآن نترككم مع أهم ما جاءت به الصحف الوطنية لنهار اليوم في فقرة بأعين الرابعة وأما أنا فالقاكم في نشرة الواحدة شكرا لكم على كرم الإصغاء وطيب المتابعة في أمان الله